اشتركوا في القناة اذا يمكن ان تظهر اليهم دون توقف فلابد من انك ستصاب بالحيرة والدهشة من سرعتهم الفائقة في انجاز عملهم ومن الصعب ان تفسر طريقة قيامهم بالعمل بتلك السرعة ولكنهم ينجزون عملهم بكل دقة واحترافية بعد قرياتهم البارعة ملفتة للانتباه حقا وفي هذا الفيديو سنقدم لكم أصرع العمال في العالم الذين ينجزون عملهم بطريقة لا تصدق عند قلية أي شيء فيجب عليك التركيز جيدا حتى لا تصاب بالحروق لكن انظر إلى هذا العامل والسرعة التي يتميز بها في قلية الطعام دون أن يخطئ في الصيف يعتبر البطيخ فاكهة رائعة تمدك بالماء والسكريات التي يحتاجها الجسم لكن تنظيفه وتقشيره وتقطيعه يجعل الكسيل لا يتجه إليه فبعض الناس يتناولون البطيخ باستخدام المعلقة أو يقطعونه بطريقة غير مرتبة للغاية لكن هناك بعض العمال الذين ابتكروا حيال وأفقال لتقطيعه بطريقة رائعة نرى هذا الرجل يكون بإزالة القشرة بسرعة كبيرة باستعمال سكينة طويلة دون أي جهد لفعل ذلك فيالها من طريقة تكشير رائعة للغاية ويمكنك تكشيره بسكينة صغيرة أيضا بنفس الطريقة إن كنت لا تجيد التعامل مع السكاكين الكبيرة وهناك أيضا بعض الآلات المزهلة التي تقوم بتكشير البطيخ أوتوماتيكيا انظروا إلى هذا الرجل الذي يفتح الزجاجات بسرعة كبيرة لدرجة أنك لا تتمكن من معرفة كم عدد الزجاج المفتوح ولا تتطير الأغطية من حوله فيا له من أمر مزهل تمتلك هذه السيدة سرعة لا يستهان بها في تغليف العلب تونة الزعنف الزرقاء واحدة من أشهر أنواع التونة في العالم فلحمها له نفس مزاق لحم البقر هذا النوع مهدد بالإنقراض وقليل ما تجدونه بالمطاعم وفي هذا المطاعم الذي يقع في ولاية بنسلفينيا الأمريكية يقدم لنا هذا الطباخ طريقة تقطيع التونة بطريقة مدهشة للغاية فيقطع سمكة التونة وكأنه يقطع قطعا من الزبدة فلا يبذل أي جهد في ذلك الأمر فيمكنه تقطيع سمكة كاملة في دقيقة فقط ويقطع السمكة بأشكال كثيرة حسب الوجبة المراد تحضيرها ويستخدم في ذلك السكاكين الحد جدا فيقطع السمكة ويشفيها وكأنه يقطع لحم بقرة جز العجب مشكلة كبيرة وتحتاج إلى الابتكار دائما لذلك قرر هذا الرجل أن يستخدم عجلة التوازن الآلي لتسهيل الأمر عليه فهذا الرجل يفعل ذلك بسهولة تامة وكأنه يمشي على قدميه بياله من زكاء رائع يشعر الكثير من الناس بالحيرة في تقطيع التفاح لكن هذا الشخص يكشره بطريقة سريعة للغاية فيالها من سرعة ملفتة تصنع لفائف رقائق مناديل الحمام من لفيفة واحدة كبيرة ويتم بعد ذلك تقطيعها إلى أجزاء انظروا إلى هذا الرجل الذي يقطعها بسرعة كبيرة يعاني الكثير من الناس من مشاكل في تقطيع الأناناس لكن يمكنك أن ترى بعض المقاطع باليوتيوب التي تشرح طريقة تقشيره وتقطيعه ولنرى ما عن هذا العامل الماهر الذي يمكن أن يعطي بعض الدروس في تقطيع الأناناس لأنه يفعل ذلك بسرعة ومهارة عالية جدا يكون بإزالة الجزئين العلوي والسفلي ثم يكون بوضعها في آلة خاصة تقوم بتقشيرها ثم يقطع الأناناس باستخدام السكين يستغرق الأمر منه 15 ثانية فقط لتقطيعها من منا لم يأكل الخبز فهذا الرجل يكون بتجهيز الخبز بطريقة مذهلة للغاية فيقوم بالرقص به لعدة دقائق أمام رواد المغبس حتى يتم تصنيعه بالشكل الذي يريده فكم هو مبدع في ذلك يقدم الكثير من المشاهير توقيعات لمعجبيهم فيوقعون على الأشياء التي تقدم لهم سواء بطاقات بريدية أو مناديل ورقية أو قطع ورقية أو التوقيع على أطراف الجسم مباشرة لكن مصارع السومو هذا يقوم بعمل مختلف عن الآخرين يقوم بالتبصيم على الأوراق وتوزيعها على المعجبين يفعل ذلك بسرعة كبيرة جدا فكم من عدد أوراق كبير يتم توقيعه كل يوم يعتبر البيض من أهم المأكلات الموجودة والمستخدمة في المطاعم بجميع أنحاء العالم فلا يمكن الاستغناء عنه كما أنه غير باهز السمن في البرازيل يتم استخدامه كثيرا في الحلويات وفي إيطاليا يتم إضافته إلى المكارونات وفي اليابان يتم تقديمه على الفطور ولكن يستعمل هذا الطبخ البيض عكس ذلك فيقوم أولا باللعب بالبيضة بطريقة رائعة للغاية دون أن يحدث شيء لها بعد ذلك يجعلها تقع على حفة المعلقة فتكسر على الفور فيقوم برسم قلب بها على الشواية أمام رواد المطعم بطريقة رائعة بالتأكيد يتمنى الجميع أن يكونوا من زبائن المطعم تقطيع البصل صعب للغاية لبعض الناس فيعاني الكثير من صعوبة ذلك لكن هذا العامل المتقن لعمله يمكنه تقطيع البصل بطريقة رائعة وسريعة للغاية حيث لا يستطيع الناس تقطيع البصل بشكل جيد يقوم هذا الشخص بتقطيعه بسهولة تما فيا له من عمل رائع يقوم هذا الشخص بلسق الصندوق بطريقة مدهشة يعاني الكثير في المنازل من مشكلة تغليف الأشياء فكم منكم يتمنى أن يقوم بذلك الأمر مثله تماما فيا له من مخترف فبسبب التلوث والاحتباس الحراري الذي أدى إلى تلوث المحيطات أيضا أصبح الكثير من الناس يفضل لحوم الأسماك التي تربى في مزارع الأسماك فتحصل الأسماك بها على جزاء سليم وتنمو بشكل رائع فيفعل هذا العامل المدهش شيء رائع للغاية فأثناء سير المركب يكون بإفراغ مصائد جراض البحر وأعادة المصيضة إلى البحر بسرعة كبيرة جدا في العادي يحتاج هذا العمل إلى أكثر من عامل لإنجاز الأمر لكنه يقوم بذلك العمل بمفرده فيا له من عمل رائع يستخدم الكثير من الناس الليف أثناء الاستحمان فيقوم هذا الرجل بتصنيعها فيقوم بتركيب الألياف في هذين العمودين المصنوعين من الخشب ثم يقوم بربطها بسرعة كبيرة جدا عمليات التعبئة والتغليف بالمصانع هي من أصعب المراحل فتمر بها هذه المنتجات ولكن هناك في بعض المصانع بعض العاملين القادرين على إنجاز العمل في وقت قياسي يقوم هذا العامل بأحد المصانع بالتعبئة بطريقة سريعة للغاية شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة